أعلن حزب الله استهدف قاعدة الدفاع الجوية الصاروخية الأساسية لقيادة المنطقة الشمالية الإسرائيلية في ثقنة بيريا بصواريخ كاتيوشا وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن هناك أكثر من 15 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال ربع ساعة استهدفت المناطق عدة وأفادت هيئة البت الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي طلب من سكان الصفد والجولان والجليل الأعلى البقاء قرب المناطق المحمية كما أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات جديدة على مواقع الحزب الله في لبنان